مرحبا بكم الانفجارات في لبنان دوت عما القلق بين العراقيين حتى برز التساؤلات بينهم هل من الممكن أن تفجر الهواتف؟ وأن الأنظار تتجه إلى الأجهزة المستخدمة عند قادة وعناصر الفصائل واصل تحذيرات من تكرار ما حصل مع اللبنانيين ما يؤكد منطقية مخاوف العراقيين هو توجيه سوداني خلال ترأسه اجتماعا للمجلس الوزاري للأمن الوطني حين شدد على التعاقد مع شركات رصينة قبل استيراد أجهزة إلكترونية وحذر من تكرار ما حصل مع لبنان داخل العراق عبر توجيهه بتجديد الإجراءات والتدقيق الأمني لتجنب أي حالة اختراق محتملة استهداف الفصائل أمر غير مستبعد والموضوع ينبه بخطر كبير جدا والحرب التكنولوجية دخلت حديثا للخط وأن الخطر قادم والعراق ليس ببعيدا عن لبنان وأن جميع الفصائل بقادتها وعناصرها باتت مهددة التفجيرات التي حدثت في وقت واحد توحي بوجود استهداف مباشر للأجهزة إذ لو كانت هذه الانفجارات تعرضية أكانت قد حدثت لجهاز أو جهازين بشكل غير متزامن وعلى مدار أيام وليس في وقت واحد الأجهزة المحمولة التي تحتوي على دوائر إلكترونية قد تكون حساسة للتيارات الكهربائية الشديدة مما يؤدي إلى انفجارها إذا تعرضت لموجات كهرومغناطسية قوية وأن مثل هذه الهجمات قد تكون جزءا من ستراتيجيات المستقبل قد تكون جزءا من ستراتيجيات المستقبل